أكد رئيس مجلس الأمة مرزوب الغانم احترامه الكامل لكافة صلاحيات سمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد وخياراتها الدستورية أياً كانت كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة وتركن دوماً إلى حكمته ورأيه جاء ذلك في كلمة للغانم خلال مؤتمر صحفي مشترك في المجلس اليوم مع نائب الرئيس أحمد لشحومي ورئيس لجنة شؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي ودع الغانم إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً لتختار عبر انتخابات النزيه من يمثلها وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها حتى لا يتكرر حدث البطلان وأكد استعداده وأغلبية أعضاء مجلس الأمة في دعم ومؤزرة الحكومة لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة متى ما صدقت في وعودها عبر برنامج عملها الشامل أن رسالة الأولى ويشاركني بها أكثر النواب هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً لتختار عبر انتخابات نزيه من يمثلها وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها حتى لا يتكرر حدث البطلان فالمحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح إنما السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي إلى نفس نتيجة البطلان الذي أصبح معيباً بحق الدولة ومؤسساتها وعبءاً على الحياة البرلمانية ومسيرتها وهدراً لجهد الأمة ووقتها فهذه مسؤولية تاريخية ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها حتى نحصن المجلس القادم قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية تحديداً ونحمل إرادة الشعبية من أي مساس بها أو إهدار لها مؤكدين هنا بشكل واضح وقاطع احترامنا الكامل لكافة صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وخياراته الدستورية أي كانت كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تتق به الأمة وتركن دوماً إلى حكمته ورأيه ترجمة نانسي قنقر